السلام عليكم أبنائي ويبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس الرياضيات هنتكلم على تطبيقات على الأعداد الحقيقية علشان نعرف مع بعض النهاردة إحنا عايزين نستفيد إيه من الفصة بتاعتنا النهاردة طبعاً إحنا عايزين كل واحد فينا يجهز الورق أو الألم بتوعه ونجهز الألم الحزبة بتاعتنا عشان نكتب مع بعض لو إحنا محتاجين نكتب أي تعليق أو نكتب مع بعض نحل المسائل طب إيه اللي إحنا عايزينه النهاردة؟ عايزين نعرف في نهاية الدرس نكون نقدر نعمل إيه عايزين نعرف يا ترى إيه التطبيقات اللي إحنا هناخدها على الأعداد الحقيقية وعايزين نتعلم مع بعض إزاي نقدر نجيب الحجم والمساحة الجانبية والمساحة الكلية لبعض المجسمات زي المكعب ومتوازن مستطيلات والإستوانة والكرة ونتعرف مع بعض يعني إيه كلمة مجسم وعايزين كمان نقدر نحل التمرين اللي موجودة عندنا على الترس بمهارة هنبتجي مع بعض نتعرف على أول تطبيق على الأعداد الحقيقي اللي هو المكعب المكعب بتاعنا اللي إحنا شايفينه زي الرسمة اللي أنا رسميها دي كده ده شكل المكعب المكعب واضح طبعا من الرسمة أن كل وجه من أوجهه على شكل مربع والمربعات اللي بتتكون منها المكعب كلها مربعات متطبقة يعني كلهم ليهم نفس الطول ونفس العرض اللي طبعا المربع أطول أضلاعه متساوي كل المكعب اللي عندي دي لها نفس الطول الضلع المكعب ليه 12 حرف وليه 6 أوجه ليه 12 حرف وليه 6 أوجه زي ما احنا شايفين كده أن المكعب بقول عليه مجسم لأنه هو بيشغل حيز من الفراغ لما باجي عرف المكعب بقول أنه هو مجسم جميع أوجهه الستة مربعات متطبقة أي أن جميع أحرفه متساوية في أطن لو احنا فرضنا أن طول حرف المكعب لام وحد الطول يا ترى هنقدر نستنتقل احنا عايزين نعرف مع بعض زي نقدر نجيب حجم المكعب وزي نقدر نجيب المساحة الجانبية للمكعب وزي نقدر نجيب المساحة الكلية للمكعب مبدئيا لما باجي أتكلم على الحجم لأي مجسم حجم أي شكل بيتكون من حاصل ضرب 3 أبعاد بيتكون من حاصل ضرب 3 أبعاد يعني زي إيه؟ احنا لما بينا نتكلم على المكعب بنقول أن المكعب حجمه بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه يعني الحرف هنا تضرب كم مرة؟ 3 مرات دايما الوحدة بتاعة قياس الحجوم هي وحدة مكعبة يعني إيه كلمة مكعبة؟ يعني قصة 3 طب وليه هي قصة 3؟ لأن احنا لسه دلوقتي بنقول أن احنا بنضرب حاصل ضرب 3 أبعاد فبعض وبما أن المكعب أحرفه كلها متساوية يبقى طول المكعب ونفسه عرضه ونفسه ارتفاعه يبقى وإحنا فرضنا من طول الحرف في لام يبقى حجم المكعب لام في لام في لام اللي هو هيدينا لام والستالاتة القوانين دي طبعا إحنا لازم يكون عارفينها كويس جدا لأننا هعوض عن القانون في أي مسألة هيطلبها مني لو أنا مش عارف القانون بالتالي أنا مش هقدر أحل السؤال اللي هيجي على التطبيقات بتاعة الأعداد الحقيقية تاني حاجة عايزين نعرفها عايزين كمان نعرف القانون بتاع المساحة الجانبية للمكعب المساحة الجانبية للمكعب عبارة عن مساحة الواجه الواحد في أربعة لأن احنا في عندنا كم جنب في المكعب في أربعة جواند لو احنا اعتبرنا نفسنا كده ان احنا قاعدين القوضة بتاعتنا دي هي المكعب اللي احنا قاعدين جواه احنا قاعدين فيه على يمين نحيطة وعلى شمال نحيطة يبقى كده اتنين فيه قدام نحيطة يبقى ثلاثة وفيه في طهرين نحيطة يبقى أربعة يبقى أنا في عندي كم جنب قوة المكعب في أربع جواند كل جنب من هذه الجواند عبارة عن مربع مساحة المربع عبارة عن إيه سنة تانية ممتازين مساحة المربع عبارة عن الضلع في نفسه اللي هو لام قصة اثنين وإحنا في عندنا كم مربع في الجواند أربعة يبقى إذن المساحة الجانبية للمكعب تساوي أربعة لام قصة اثنين المساحة الجانبية للمكعب تساوي أربعة لام قصة اثنين طبعاً بنأكد أن اللام ده هو طول حرف المكعب نيجي بقى نشوف المساحة الكلية إحنا لسه ما زلنا قاعدين جوه المكعب وإحنا اتفقنا إن إحنا في عندنا حوالينا أربع جواند في المكعب طب يا ترى لو أنا بصيت لفوق كده هلاقي إن أنا في فوقية إيه؟ في فوقية سقف يبقى إذن أدي كده الحاجة الخمسة طب وفين لو أنا وقفة كده أنا وقفة على إيه؟ وقفة على الأرض يبقى الأرض دي هي الوجه السادس للمكعب يبقى المكعب ليه كلهم ستة أوجه أو ستة جوانب موجودين عندي في أربعة في الجناب واحد فوق واحد تحت يبقى كده في ستة أوجه للمكعب ومساحة الوجه الواحد عبارة عن لام قس 2 يبقى المساحة الكلية ستة لام قس 2 راضح ليه كويسة نتانية ستة لام قس 2 يبقى إحنا كده بنأكد على القوانين بتاعك المكعب يبقى عرفنا زي نجيب الحجم والمساحة الجانبية والمساحة الكلي تعالوا مع بعض كده ناخد مسألة ونشوف يا ترى إحنا هنقدر نحل المثال ده إزاي المثال اللي عندي بيقولي أن أنا عندي مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب أوجد مساحته الجانبية ومساحته الكلية المرة دي هو هنا ما تدنيش طول الحرف إحنا متفقين إن إحنا عشان نقدر نجيب الحجم اللي لازم يكون عندنا طول الحرف هو الدني الحجم ولكن ما عنديش طول الحرف إلا أنا أقدر أجيب منه مساحة الجانبية وأقدر أجيب منه المساحة الكلي يبقى أول ما هو يديني حاجة في المسألة لازم أكتب قانون الحاجة اللي هو مديهاني هو مديهاني هنا الحجم يبقى أنا أول ما أبدأ السؤال بتاعي لازم أكتب قانون حجم المكعب لو الدني المساحة الجانبية هبدأ بقانون المساحة الجانبية الدني المساحة الكلية هبدأ بقانون المساحة الكلية وعوض فيه طب يا طرحنا عايزين نعرف إزاي نقدر نجيب طول حرف المكعب من حجمه ده قانون مهمة أوي طول حرف المكعب إحنا لما يكون عندنا المكعب حجمه لام قس 3 لما تكون اللام قس 3 ب125 سنتيمتر مكعب يا طرمين هيقول لي إزاي نقدر نجيب طول حرف المكعب ممتازين يا سنتان يا ما شاء الله برافو عليك فعلا هناخد الجزر التكعيبي للحجم يبقى طول حرف المكعب يساوي الجزر التكعيبي للحجم يعني هيساوي الجزر التكعيبي لل125 هيساوي 5 سنتيمتر أنا كده جبت طول حرف المكعب اللي احنا بنسميه إيه؟ بنسميه لام برافو عليكم طيب لما جيب اللام عايزكم بقى كلنا مع بعض كده نبتدي نجيب المساحة الجانبية للمكعب مين هيجيب للمساحة الجانبية للمكعب؟ ممتازين المساحة الجانبية 4 لام قص 2 واللم احنا جبناها بكام؟ بخمسة برافو عليكم 4 في 5 قص 2 هتساوي 100 سنتيمتر مربع ودايما المساحة وحدة مربعة بينما الحجم وحدة مكعبة مكعبة يعني قص 3 وحدة مربعة يعني قص 2 طيب مين هيجيب لي بقى المساحة الكلية؟ رابوا المساحة الكلية اللي هي 6 لام قص 2 يعني المساحة الكلية هتساوي 5 قص 2 تساوي 150 سنتيمتر مربع يبقى احنا هنا قدرنا من خلال ان يكون عندي الحجم يدي اتخذ له الجزر التكعيبي عشان طلع طول حرف المكعب وبعد كده عوضت وجبت المساحة الجانبية وجبت المساحة الكلية نجي نشوف الشكل اللي بعد كده تاني مجسم من المجسمات اللي احنا هندرسها اللي هو متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات بيبقى كل وجه من اوجهه زي ما احنا شايفين في الرسمة على شكل مستطيل المكعب اصلا حالة خاصة من متوازي المستطيلات الحالة اللي بيبقى كل وجه من اوجهه على شكل مربع انما الحالة بتاعت متوازي المستطيلات زي ما احنا شايفين كده كل وجه من اوجهه على شكل مستطيل وكل وجهين متقابلين متطابقين يعني مش كل المستطيلات دي أد بعضها لا كل اتنين وسط بعض أد بعض معناها وجهين متقابلين يعني أنا لما أجعرف متوازن المستطيلات أقول أنه مجسم يتكون من ستة أوجه مستطيلة وكل وجهين متقابلين منها متطابقان طيب لو إحنا افترضنا أننا عندي طول أحرف المكعب سين وصاد وعين وحدة طولية يعني إيه؟ يعني أننا هفرض أن الطول بتاعي مثلا سين والعرض صاد والعين ده اللي هو الارتفاع يبقى أنا في عندي في المتوازن المستطيلات ثلاث أبعاد طول وعرض وارتفاع طيب تعالوا مع بعض كده نشوف يا ترى حجم المتوازن المستطيلات هنجيبه إزاي؟ حجم المتوازن المستطيلات عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع القاعدة اتفقنا مع بعض أن كل وجهي من أوجهه على شكل إيه؟ على شكل مستطيل مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض الطول اللي إحنا فرضين أنه هو سين والعرض صاد أو للعكس يعني سين في صاد والارتفاع بتاعي اللي هو عين إذن لما أجي أقول لك أن أنا عندي متوازن المستطيلات أبعاده سين وصاد وعين وعايزة جيب حجمه يبقى أنا هعمل إيه في الأبعاد اللي هو مستطيلات هاخد حاصل ضربة ثلاث أبعاد اللي هما سين في صاد في عين أي أن كان بقى طوله وعرضه وارتفاعه طب لو أنا ديتك مساحة القاعدة قلت لك أن أنا عندي متوازن مستطيلات مساحة قاعدته والتكن 10 وارتفاعه 15 وعايزة جيب حجمه يبقى الحجم عبارة عن مساحة القاعدة اللي هي العشرة في الارتفاع اللي هو الخمستاشر هيدين 150 سنتيمتر مكعب طب نشوف مع بعض بقى المساحة الجانبية المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع دي المساحة الجانبية بتاعت دي اللي هي القاعدة العامة لأي مساحة جانبية بناخد محيط القاعدة بنضربه في الارتفاع القاعدة عندي على شكل مستطيل محيط المستطيل عبارة عن الطول زائد العرض في اتنين اللي هو اتنين في سين زائد صاد مضروبة في الارتفاع عين يبقى مساحة الجانبية لمتوازن مستطيلات عبارة عن اتنين وما بينقوا سين سين زائد صاد مضروبة في العين ده بالنسبة للمساحة الجانبية طب لما نجي نجيب المساحة الكلية المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية مضاف إليها ضعف مساحة القاعدة عايزين نحفظ القوانين دي ونركز فيها كويسة سنتنهي المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة طيب المساحة الجانبية حتى لسه جايبينها اللي هي اتنين سين اتنين في سين زائد صاد في عين مضاف إليها ضعف مساحة القاعدة إحنا اتفقنا مع بعض إن القاعدة دي على شكل مستطيل ومساحة المستطيل تساوي إن الطول في العرض يبقى مساحة القاعدة سين صاد وإحنا عندنا ضعف المساحة يعني 2 سين صاد إحنا كده قدرنا نتعرف على الحجم والمساحة الجانبية والمساحة الكلية لمتوازي المستطيلات وعرفنا إزاي كمان نقدر نجيبهم بحيث لو حد فينا مقدرش يحفظ القانون هنحفظ القاعدة الأساسية اللي هي مثلا الحجم عبارة عن المساحة القاعدة في الارتفاع المساحة الجانبية ومحيط القاعدة في الارتفاع المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية زي الضعف مساحة القاعدة ونعوض في قانون المستطيل اللي هنقدر نجيب منه مساحته ومحيطه طيب ناخد مع بعض بقى مسألة على متوازي المستطيلات ونقدر إن احنا نلخص قانون المساحة الكلية إن الاتنين من القرارة هنا هناخد الاتنين عام المشترك وندرب سين في صاد وسين في عين وصاد في عين هناخد مسألة على متوازي المستطيلات قال لي هنا إن أنا عندي متوازي المستطيلات أبعاده جزر 2 وجزر 3 وجزر 6 سنتيمتر ومطلوب مني إن أنا أجيب الحجم بتاع متوازي المستطيلات حجم متوازي المستطيلات إحنا اتفقنا مع بعض إنه هو بيساوي إيه؟ برافو يا صنا التاني حجم متوازي المستطيلات بيساوي طوله فارده في ارتفاعه اللي هو حاصل ضرب أبعاده بمعنى أصح اللي هو هيساوي مساحة القعدة في الارتفاع اللي هو سين في صاد في عين هيساوي جزر 2 في جزر 3 في جزر 6 طيب تعالوا نضرب مع بعض جزر 2 في جزر 3 هيجيني جزر 6 وجزر 6 في جزر 6 اللي هو هيجيني جزر 36 وجزر 36 يساوي 6 أو نقدر نقول أول ما نقول جزر 6 في جزر 6 الجزر في نفسه بيديني ما تحت الجزر جزر 5 في جزر 5 خمسة جزر 6 في جزر 6 ستة أي جزر هضربه في نفسه هيجيني ما تحت الجزر وطبعا الحجم وحدة مكعبة يبقى حجم متوازن مستطيلات عبارة عن حاصل ضرب أبعاده 3 على حسب ما يكون مديني جزور هضرب الجزور مديني أعداد هضربها إحنا خدنا الأعداد الحقيقية والأعداد الحقيقية هي كل عدد ما قدرش أحطه في صورة العدد الغير نسبي ما قدرش أحطه في صورة بسط على مقام زي الجزور الموجودة أصادي دي تعالوا نشوف الشكل الثالث اللي هو بيتكلم على الاستوانة الدائرية القائمة يا ترى الاستوانة الدائرية القائمة دي شكلها إيه؟ نشوف مع بعض إيه دي شكل الاستوانة شكل الاستوانة دي موجود في حياتنا اليومية كتير جدا 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 زي مثلا الكنز اللي احنا بنشربه أو زي علبة المربة اللي موجودة عندنا أو زي علبة استمنا كل دي عبارة عن أشكال تمثل الإستوانة الدائرية القائمة تعالوا مع بعض نتعرف على شكل الإستوانة اللي عندنا دي يطرى شكلها حامل إزاي أو بتتكون من إيه وصدمة واضح طبعاً إن شكل الإستوانة ده زي ما احنا شايفينه كده في دايرة فوق وفي دايرة تحت الدايرتين دول اللي هم قاعدة الإستوانة يبقى هو مجسم له قاعدتين متوازيتين ومتطابقتين كل منهما عبارة عن سطح دائرة مستوي يبقى في عندي قاعدتين القاعدة اللي فوق دي دايرة والقاعدة اللي تحت برضو هي كمان عبارة عن دايرة والدائرتين دول متوازيتين ومتطابقتين يعني أنصر أكترهم متساوية طيب نيجي نشوف بقى السطح الجانبي للإستوانة السطح الجانبي للإستوانة دا عبارة عن سطح منحني بسميه سطح إستواني لو أنا جبت المقص وقصيت للسطح الإستواني دا وفردته هلاقيه طلع لشكل إيه؟ رضي عليك وهيطلع لشكل مستطيل يبقى إذن الإستوانة الجنب بتاعها أو السطح المنحني دا عبارة عن مستطيل والقاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت دول بقيراتين متطابقتين طيب نكمل مع بعض يا ترى هنقدر نجيب المساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم للإستوانة ولا مش هنقدر؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض هنجيبهم إزاي؟ إيه دي الإستوانة بتاعتين؟ لو إحنا فرضنا إن طول نصف قطر قاعدة الإستوانة نق وفرضنا إن الارتفاع بتاعنا عين نق دا اللي هو نصف قطر بتاع الدائرة اللي إحنا اتفقنا إن القاعدة بتاعت إستوانة شكلها شكل الدائرة ونصف قطر الدائرة احنا بنسميه نق يبقى نق دا هو عبارة عن نصف قطر قاعدة الإستوانة الارتفاع بناخده دايما بنومز للارتفاع بالرمز عين يبقى أنا في عندي هنا نصف القطر نق وعندي الارتفاع عين لازم أخلي بالي كويس قوي من كل حاجة في القانون الرمز بتاعها إيه عشان لما أجي عوض في القانون أبقى عارف أنا بعوض إزاي صح في القانون نكمل مع بعض أنا جي نتكلم على حجم الإستوانة إحنا متفقين مع بعض إن حجم الإستوانة عبارة عن مساحة قاعدته في ارتفاعه طيب القاعدة بتاعت الإستوانة إحنا قلنا إنها شكل إيه؟ ممتازين يا سنة تانية شكلها شكل دائرة طب مين هيقولي بقى مساحة الدائرة إيه؟ ما شاء الله برافو مساحة الدائرة باي نق تربيع مساحة الدائرة باي نق تربيع هنضربها في الارتفاع عشان نجيب الحجم بتاع الإستوانة اللي هو عين طب نفتكر مع بعض كده يا ترى إيه هي البي دي؟ البي دي القيمة التقريبية اللي إحنا بنقول إنها تساوي تقريباً 22 على 7 أو تساوي تقريباً 3 و 14 من 100 أو بستخدم القيمة التقريبية اللي هو بيقولي عليها في السؤال يبقى البي أنا بقولنا تساوي تقريباً 22 على 7 طب نفترض إن أنا قلتلك أوجد بدلالة البي بإحنا مش هنعوض عن البي ونشوف الكلام ده وإحنا ماشيين في الأسئلة وسط المهم إن إحنا نبقى عارفين كويس إن البي دي هي القيمة التقريبية اللي هي بتساوي تقريباً 22 على 7 أو 3 أو تساوي تقريباً 3 و 14 من 100 والنق طبعاً اللي هو نصف القطر يبقى حجم الاستوانة باي نق تربيع عين طبعاً إحنا لازم يكون في معنا ورقة تبدين فيها ملاقص كل هذه القوانين عشان نقدر نذكرهم كويس ونفهمهم كويس هناخد بعد كده المساحة الجانبية للإستوانة قانون المساحة الجانبية احنا اتفقنا إن المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة مضروب في الارتفاع مين هيقولي محيط القاعدة؟ القاعدة على شكل إيه؟ رضو عليكم القاعدة على شكل الدائرة طب محيط الدائرة ممتازين محيط الدائرة 2 باي نق النق دي اللي هي نصف قطر الدائرة أو نصف قطر قاعدة الاستوانة يبقى 2 باي نق مضروبة في الارتفاع عين ونفرق ما بين حجم الاستوانة والمساحة الجانبية لازم الحجم يكون حاصل ضرب 3 أبعاد لو إحنا بصينا في القانون بتاع الحجم اللي أنا كتباه أنا قلت إنها عبارة عن باي نق تربيع عين البي دي عدد ثابت بينما النق تربيع يعني معناها نق مضروبة في النق في الارتفاع نق تربيع يعني نق في نق في العين يبقى دي كده الثلاث أبعاد اللي أنا هضربهم فيه بينما المساحة الجانبية عبارة عن حصل ضرب بعدين اللي هم والنق في العين عشان كده بنقول إن الحجم وحدة مكاعدة بينما المساحة وحدة مربعة يبقى مساحة الجانبية للأستوانة 2 باي نق عين هنجيب بقى المساحة الكلية مين هيفكرني قانون اللي عن بتاع المساحة الكلية عبارة عن إيه؟ مربعة ليه عبارة عن المساحة الجانبية مضعف إليها ضعف مساحة القاعدة هنكتب مطاعا هنجيب المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زي الضعف ساحة القاعدة نقصدنا اللي هي 2 باي نق في عين طب يا ترى مساحة القاعدة من هيقولي عبارة عن إيه؟ من هيفكرنا بنجيب إزاي مساحة القاعدة؟ منتظين القاعدة هنا مساحتها باي نق تربيع لأن القاعدة على شكل دائرة ومساحة الدائرة باي نق تربيع والنق ده بنأكد أنه هو نصف قطر الدائرة ونصف قطر قاعدة الإستوانة يبقى هنا لما أجأقول المساحة الكلية أقدر أقول أن المساحة الكلية عبارة عن 2 باي نق هنا مضاف إليها 2 باي نق تربيع لازم نكتب القاعدين دي عشان تكون موجودة معنا وإحنا بنحل عشان نقدر نذكرها لغاية لما نفهمها كويس ونبقى نقدر نعوض عنها من غير ما تكون مكتوبة معنا هناخد مسألة على الإستوانة وطبعا سؤال الإستوانة بيبقى فيه قدامه حالتين إما أننا أجيبه أجيب لك الارتفاع واجيب نصف القطر وقول لحضرتك تعوض على طول تجيبني مساحة جانبية أو تجيبني حجم أو تجيبني مساحة كلية حسب ما هطلب في السؤال أو أننا أجيبها زي ما أنا جايبها في السؤال ده هنا كده أجيب لك الحجم أو أجيب المساحة الجانبية أو المساحة الكلية طالما أن أنا بدأت بالسؤال ده حجم؟ إحنا لسه متفقين مع بعض أنا لما باجي أقرأ السؤال نقرأ مع بعض بسطوانة دائرية قائمة حجمها 7536 سنتيمتر مكعب وارتفعها 24 سنتيمتر أوجد مساحتها الجانبية حيث باي تساوي 3 و 14 من 100 هنبتجي نشوف مع بعض بقى السؤال هنطلع الحاجات اللي أنا مديها لك أنا مديه كل حجب يبقى أنا أول حاجة عندي الحجم 7536 أدي أول معطى مديهوني في السؤال مديهني الارتفاعها 24 سنتيمتر إحنا بنمز للارتفاع بالرمز إيه؟ ممتازين عين وطالب المساحة الجانبية ومديهني قيمة للبي اللي هي 3 و 14 من 100 طالما أن هذا دتك للبي ما ينفعش أن أنا عوض بقيمة أخرى يعني ما ينفعش أن أنت تقول يا ميسي لا إحنا حافظين أن البي 22 على السبع لا الكلام ده ما ينفعش أنا دتك هنا البي 13 من 100 يبقى لازم نعوض عن البي بـ 3 و 14 من 100 القيمة اللي أنا أديها في السؤال هي اللي إحنا بنستخدمها في حل هذا السؤال هنبتدي نشوف بقى مع بعض هنكتب قانون حجم الإستوانة حجم الإستوانة باي نقطة ربيع عين وحدة مكهبة وهنعوض في الحجم الحجم الإستوانة اللي هو مديهوني 7,536 هنشيل البي ونحط القيمة اللي هي 3 و 14 من 100 وهنشيل العين ونحط قيمة اللي هو 24 مين اللي ما عنديش قيمته النق يبقى النق تربيع دي هتظل كما هي أصبح السؤال قدامي بيفكرني بمين ربو عليكم بيفكرني بالمعادلة بعد كده أنا هحل معادلة النق تربيع مضروبة في 3 و 14 من 100 في 24 العدد ده اللي مضروب في النق تربيع عشان نتخلص عدد اللي مضروب في أي رمز بنعمل فيه إيه؟ ربو بنقسم الطرفين عليه يبقى أنا هنا النق تربيع هتساوي 7,000 معنا ورق أو قلم بقى ونحل عشان نحل مع بعض المعادلة يبقى النق تربيع هتساوي 7,536 على 14 من 100 في 24 يبقى النق تربيع هتساوي 7,536 على 14 من 100 في 24 هنعمل 7,536 على 14 من 100 في 24 عن طريق استخدام الآلة الحزبة بتاعت يلا نجيبها ونقولي يا طرد اللي أتلكه كام؟ هو بروفو النق تربيع هتطلع بمية هي إيه النق دي؟ نتكر مع بعض بروفو عليكم النق دي اللي هي نصف قطر الدائرة النق اللي هي نصف قطر الدائرة هناخد هنا عشان نقدر نجيب النق طالما في عندي أس يبقى أنا ما فيش قدامي غير الجزر الجزر دايما بيخلصني من الأس عندي أس 2 باخد جزر تربيعي المفروض لنا باخد موجب أو سالب الجزر التربيعي للعدد اللي عندي ولكن أنا هنا عشان بكلم على أنصف أقطار وأطوال يبقى أنا بكتافي بالقيمة الموجبة فقط يبقى النق هتساوي جزر المية هتساوي عشرة سنتيمة يبقى جزر مية يساوي عشرة سنتيمة وفي الحالة دي أقدر أعوض في القانون بتاع المساحة الجانبية وعشان أجيب الروفل هو 2 باي نق في عين يبقى عبارة عن 2 في الباي اللي هو مجاني 13 من مية في العين اللي هو 24 وعشرين هيساوي 1507 واتنين من عشرة يا ترى الوحدة بتاعتي وحدة إيه؟ أبراف عليك وحدة مربعة اللي هي هتبقى سنتيمة مربعة إذا أنا في الحالة دي قدرت إن أنا أجيب الحجم بتاع الاستوانة أهم الجهوني قدرت أطلع منه نصف قطر الاستوانة عن طريق حل المعادلة والتعويض في قانون الحجم يعني بالأول نخلي بالنا إن إحنا الخطوة اللي بنستخدمها أول خطوة بعوض في القانون بعد كده القانون بتاع بيبقى بياخد شكل المعادلة بابتدي أقسم على العدد المضروب في النق تربيع وبعد ما بأقسم عشان أجيب قيمة النق بياخد الجزر التربيعي الجزر التربيعي بعد ما بأخد بقى الجزر التربيعي أصبح عندي نصف القطر وأقدر أجيب مساحة جانبية لو هو طالب وأقدر أجيب مساحة كلية نبتد نشوف الشكل الرابع معنا اللي هو الكرة طبعاً الكرة دي اللي هي اللعبة حبيبة الكل الكرة طبعاً إحنا كلنا دايماً بنلعب بالكرة بس يا ترى عايزين نتعرف بقى النهاردة إزاي نقدر نجيب حجب الكرة الجميلة اللي إحنا بنحب دايماً نلعب بيها وإزاي نقدر نجيب مساحتها وهل يا ترى هي ليها مساحة جانبية ولا هي ليها مساحة كلية فقط هنشوف مع بعض الكلام ده الكرة عبارة عن مجسم سطحه منحني وجميع نقاطه جميع نقاط سطحه تقع على أبعاد متساوية من نقطة سابتة داخل الكرة الأبعاد المتساوية دي بسميها طول نصف قطر القرة يبقى الأبعاد المتساوية اسمها إيه سنة تانية؟ اسمها طول نصف قطر القرة برموس برضو طول نصف قطر القرة بإيه؟ دي النق والنقطة ستبتة اللي هي مركز الكرة طيب إحنا عندنا حجم الكرة أربعة لتلاتة باي نق تكعيب وحدة مكعبة يبقى حجم الكرة أربعة لتلاتة باي نق تكعيب مساحة الكرة الكرة ما لهاش مساحة جانبية ولكن لها مساحة كلية عبارة عن أربعة باي نق تربيع وحدة مربعة يبقى الكرة لها حجم ولها مساحة كلية والكرة ليس لها مساحة جانبية لأنها سطحها كل داخلي منحني نشوف مع بعض يا ترى مثال هو بيقول إن أنا عندي هنا كرة حجمها 562.5 باي سنتيمتر مكعب وعيز نجيب مساحة سطحها بدلالة باي يعني إيه كلمة بدلالة باي؟ معنا كلمة بدلالة الباي يعني أنا مش هعوض عن الباي بقيمة يعني مش هشيل الباي وحط 22 على السبعة ولا هشيل الباي وحط 3 و 14 من مية لا أنا هسيب الباي زي ما هي كده موجودة معايا في السؤال يبقى حجم الكرة هنبتدي نعوض عنه اللي هو 4 على 3 باي نق تكعيب وهشيل الحجم وحط قيمته اللي هو 562.5 باي تسيوي 4 على 3 باي نق تكعيب نفس اللي احنا عملناه في الإسطوانة هنعمله في الكرة احنا عوضنا في القانون الحج اصبح في عندي حاجة مضروبة في النق قص 3 تساوي عدد علشان اتخلص من المضروب في النق قص 3 هنقسم عليه يبقى احنا عندنا هنا النق قص 3 تساوي 562.5 طيب هنا الثلاثة و 14 من مية اللي هي 4 على 3 دي هنجيب لها المعكوس الدرب لان الاسمة بتحولها بدل ما هي بقسم على 4 على 3 الاسمة في الاعداد النسبية بتتحول لدرب وبجيب لي العدد المقسم عليه المعكوس الدرب طبعا الباي راحت مع الباي يبقى دلوقتي النق قص 3 تساوي 421 و 875 من الف انا فين المشكلة عندي دلوقتي عليك المشكلة في القص 3 انا عايز النق من غير القص 3 يبقى انا هعملي في الحالة دي ممتازين يا سنة تانية هناخد الجزر التكعيبي يبقى هنا هناخد الجزر التكعيبي للعدد اللي طلعلي اللي هو 421 و 875 من الف يطلع الجزر التكعيبي بتاعها 7.5 سنتيمتر طبعا الجزر التكعيبي بنجيبه عن طريق الألال حسبة بندوس على الزرور بتاع الشفت وبندوس على علامة الجزر التربيعي هيطلع لي على طول علامة الجزر التكعيبي هتساوي 7.5 سنتيمتر انا كده قدرت اجيب طول نصف قطر الكرة عايز اجيب ايه بقى دلوقتي عايز اجيب مساحة سطحها نشوف مع بعض مساحة السطح مساحة سطح الكرة القانون بتاعه عبارة عن 4 باي نقل تربيع وحدة مربعة يعني هتساوي 4 في النقل التاعي اللي هو 7.5 قصة 2 والباي هتظل كما يا لانه وقال لي اوجد المساحة بدلالة الباي هستخدم برضو الألال حسب عشان اقدر جيب قيمة 4 في 7.5 سنتيمتر قصة 2 هتساوي 225 باي سنتيمتر مربع كان معكم استاذ فاطمو مصطفى رجاب معلم خبير رياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة